لنفترض أن هناك إطفائيات لنفترض أن هناك أمور أخرى من تكامل الشروط السلامة لكن يا عزيزتي من المتمكن من الفنيين اللي ممكن أن يستخدمها تعرفين حضرتك أنه حينما تأتي العائلة من جانب اجتماعي واخلاقي ربما البعض من القائمين على إدارة القاعة يغادر أدبياً أو التزاماً يجلس برا طيب هو يجلس برا ما شعر إلا بعد ثواني من حصول هذه الشعالات أو هذه الأدوات الزينة اللي هي بها هاي الاشتعال لسببها اشتعلة الحفلة إلا تحرق الجو كله طيب هذا بثواني وين قادر على أن يدخل ليستخدم هذه لنفترض لنفترض بها يعني ربما باشر عقبة يطلع لك بالتحقيق أنه موجودة هاي الأطفائية وبذلك هو صاحب القاعة سوف أو صاحب المشروع السياحي هذا سوف لا يكون يعني عليه أي حجة قانونية أو لم يكن ملوماً لأنه موجودة طيب لكن هل هو الفني المختص واقف هو الأطفائية مالته حتى ينتظر اشتعال لا سمح الله يعني في حالات متشابهة إذن نحن بحاجة إلى برامج توعوية أيضاً تتعلق بالمواطن بضبط كلها من مهام الدفاع المدني الدفاع المدني مقصر في كثير من إجراءات السلام عليهم لحظنا في كثير من المواقف للأسف لديه مواقف إيجابية طيبة ولديه عملية تسارع للحاق بكثير من إطفاء الحرائق لكن الإحصائية التي ذكرتها حضرتك مفزعة حقيقة لا يتمكن هذا الجهاز لوحده أن يطفئ بلا عملية توعوية شاملة كما قلت لجموع المواطنين والمجتمع ترجمة نانسي قنقر